أكد محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي أهمية دور الأعيان والمشايخ في تهيئة الظروف ومساعدة السلطة المحلية ومؤسسات الدولة في القيام بواجبها وأشار المحافظ خلال لقائه أعيان ومقادمة ومناصب مديرية غيل بن إيمان إلى ضرورة أن تطلع الجهات التنفيذية بدورها المناطبها بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين منوها بأهمية مديرية غيل بن إيمان ودور أبنائها الفاعل في مختلف المنعطفات الوطنية ومساهمتهم في تلبية نداء الواجب بتحرير ساحل حضر موت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وعيداً بزيارة المديرية ولإطلاع لاحتياجاتها الضرورية